موسيقى موجز الأخبار من قناتكم الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية يشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على لقاء مع الأحزاب السياسية الموثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تفاصيل أكثر ترقبوها في مواعدنا الإخبارية اللاحقة ودائما مع أخبار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث أكد الأخير في الكلمة التي ألقاها بمناسبة زيارته للقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحداد أكد بالمدينة الجديدة سيد عبد الله أن الدولة عازمة على الاستفادة من الكفاءات العلمية والطاقات الشبابية والتي تصغر بها الجامعة الجزائرية اللقاء التفاولي مع الطلبة والذي تم بث تفاصيله سهرة أمس أكد خلاله الرئيس أن الجزائر سترتكز على هذا الصرح الجامعي الكبير لتجسيد الانطلاق الحقيقي للجزائر المنتصر اقتصاديا وعلميا في مجال الدفاع الوطني وأضف أيضا أن هذا القطب الجامعي يعتبر ركيزة تضع الجزائر في مكانتها الحقيقية منوها بوعي أقول الشباب الجزائرية المحصن من محاولات التغرير به وتحريضه ضد بلاده مؤكدا على أن الجزائر مستهدفة لأنها تملك سيادة قرارها وهي تزعج الآخرين لأنها مثال ناجح في المنطقة قام وزير النقل محمد الحبيب زهانا اليوم بزيارة عمل وتفقد لمطار سمام عبان رمضان بولاية بجاية حيث دشن وزير النقل مشروع توسعة المحطة الجهوية وقول المحطة الجوية وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة مشددا على أهمية توفير الراحة والأمان للمسافرين خاصة خلال موسم الصيف مع مراعاة خاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود عن فتح الخط الأوتوماتيكي الثاني للإنتاج بمصنع سيارات على مدفيات بوهران في أواخر جوان القادم مما سيسمح برفع طاقة الإنتاج إلى 60 ألف سيارة سنويا جاء هذا خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لعام 2024 كما أكد ذات المسؤول أن هذا المصنع بصدد القيام باستثمارات أخرى من شأنها أن ترفع الإنتاج تدريجيا في السنوات القادمة مما سيمكن من فتح مناصب عمل جديدة وصل أمس الوفد الأول من حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة حيث كان في استقباله القنص الألعام لجدة ورئيس مركز المدينة المنورة والمدير الإقليمي للخطوط الجوية الجزائرية ودوليا أعلنت إيران اليوم أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة لتحديد الرئيس الجديد وذلك في الثامن والعشرين من جوان المقبل تأتي هذه الإجراءات بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم في طائرة مروحية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية مضيفة أن الحملات الانتخابية ستجرى خلال الفترة الممتدة بين الثاني عشر والسابع والعشرين من جوان المقبل كما تم تشيع جثمان الرئيس الإيران الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيه في منطقة تبريز نهاية الموجز رفقتكم في تقديمه إيمان شربي في أمان الله اشتركوا في القناة